الدعوة لحضور ملتقاتان العاشر الذي يبحث التحديات والتهديدات في القارة الإفريقية أما الحدث فهو قمة بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لبحث مواضيع ظلت محل توتر ونزاع ها هو حاكم أقليم أمهرة يرحب بالبرهان وهو الذي وجه له اتهامات سابقة وعديدة بدعم جبهة تحرير تيجري سد النهضة والحدود والتوترات الأمنية بين الجيشين والتي تحدث بين البلدين كانت حاضرة على طاولة النقاش فضلا عن مواضيع أخرى ما زالت بعيدة عن أعين الإعلام عندما انتهز الأشقاء والأصدقاء فرصة اللقاء معا ستكون هناك إمكانية لتبادل الأفكار حول قضايا مختلفة لإيجاد الحلول لها سيناقش الرئيسان في القمة قضايا سد النهضة الإثيوبي وكذلك أزمة الحدود بين البلدين النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا من المواضيع التي أقلقت القارة الإفريقية لأنه قابل للاشتعال في أي لحظة ولم يحسن بصورة واضحة بعد الفرصة كانت سانحة وطيبة من خلال حضور هذا المنتدى أن يلتقي القادة من البلدين لمناقشة هذه الأمور ووضع برنامج لحلها ولمناقشتها في المستقبل القريب المتعلقة بالأمن والنزاع في أفريقيا ونزاعات في أفريقيا من أجل إيجاد حلول أفريقية للقضايا الأفريقية يبدو أن النزاع بين السودان وإثيوبيا في طريقه للحل فالأجواء التي سادت اجتماع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تؤكد بدء صفحة جديدة في وقت تعاني فيه دولتان من توترات سياسية وأمنية ليني عقوب العربية من بحر دار الإثيوبية